السلام عليكم كديري اللباس في هذا الفيديو أريد أن نحضر معكم غلاس أو آيس كريم بالفواكه وبثلاثة نكهاز يجي معلك ورائع وصالح لنا في هذا الجو الحر إذا أعجبكم الفيديو دعموني بلايك واشتراك الله يحفظكم الله يجازيكم بالخير وشكرا لكم شكرا بزاف بسم الله اليوم أنصوم معكم واحد الغلاس يجي خطير يجي رائع غلاس طبيعي بالفواكه وفي الموسم الفواكه سنجمدهم على حساب الصيف إن شاء الله لكي نجمدهم لغلاس هنا أربعة من البانانات والموزات قطعتهم قطعة صغيرة وجمدتهم بالليل قبل أن تجمدهم في الموز هنا سكور غلاسي سكور بودر هنا لدي الحامض الحامض أصرته هنا سنستعمله إن شاء الله لنرى معي الطريقة سكور غلاسي هناك البانانات لا يقوم بزافة سكر مع البانانات سنزيله على الحامض وعصير الحامض سأكثر من السكر سنزيله في الحاشور إن شاء الله سنزيله في الحاشور إن شاء الله ونرجع معكم في هذه المرحلة سوف نضيفه في غرص البانان عاقد التهوة كان لديه في المجمد نعود نمكسي نعود نطحنه جيدا بعد أن نمكسيته جيدا يأتي كريمي سوف نضيفه في المجمد سوف نضيفه في المجمد سوف نضيفه في المجمد 1-4 ساعة ونرجع معكم لدي الخوف جمدته في المجمد قطعة صغيرة ونضيفه في المجمد سوف نضيفه في المجمد هنا هنا ثلاثة من الخوفات قطعته في القشور ونضيفه في المجمد نضيفه في الكنزة لنضيفه في المجمد ليصيف لديه في المجمد لأن المجمد غرفة في المجمد لنضيفه في المجمد لاحق بلتكار لنضيفه في المجمد خا Dudه على الذكر ونضيفه في المجمد نضيف غرص الخخ و نعود الميكسي و نضيف غرص الخليف و نعود الميكسي و نضيف مقصر و نضيف الميكسي و نضيف المجمد بعد الساعات لدينا الفرز سوف نضيفه نفس الطريقة التي تسمعها الخوخ والبانا سوف نأخذها الشوار سوف نضيفها الفرز سوف نضيفها الخامل سوف نضيفه سوف نضيفه سوف نضيفه جيدا ان شاء الله سوف نقوم بقصة الفرز نقوم بقصة الفرز سوف نقوم بقصة الفرز سوف نقوم بقصة الفرز سوف نقوم بقصة الفرز سوف نقوم بقصة الفرز و نقوم بقصة توفة في السابط سوف نقوم بقصة الفرز سوف نقوم بقصة عظingo ان شاء الله و انا معكم ها القلاص ديالي لابد من بعد ما اخليته جمد اربعات الساعات في الموجة الميدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عدد الخوخ احضر بالموضوع ان شاء الله ها القلاص البانان انا اخلاق انا اعجبها نعم موسيقى موسيقى هذا قلاس دياني يجي رائع يجي خطير موسيقى موسيقى تندي رائع صزق موسيقى 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 ثلاثة ديان الاشكال ديان الاغلاس بالفواكه يجي رائعين ولوقيت ديانهم دابا فالجو الحار دابا هذا هو ماء اللي سيصلح منها ان شاء الله فالجو الحار اللي قلاس واعرين هذا اللي بالبانان كي يجي رائع كي يجي كريمي شوفوا تبارك الله كي يجي غزال تبارك الله نستغله اللي قلاس هذا الصيف سوف نشوف معاكم معاوض ديال الفريز شوفوا تبارك الله كي يجي رائع كي يجي كريمي تشوفوا معايا ديال الخوخ ديال الخوخ كذلك يجي رائع شوفوا تبارك الله يجي غزال إذا أعجبكم الفيديو ديال اليوم اضعوا لايك واشتركوا معايا في القناة الله يحفظكم والله يجازيكم بالخير